السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من جلساتك أنا سعيد جدا اليوم أن نرحب بالأستاذ عمر النهدي رئيس لجنة التصوير الضوئي في جمعية الثقافة والفنون بجدة وكمان التعريف الصحيح للأستاذ عمر هو الفنان الفوتوغرافي صحيح أستاذ عمر؟ صحيح على الله أعطيك العافية تشرفت اليوم بوجودي معاكم وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة اليوم وهنا نتكلم فيها عن أشياء كثيرة عن التصفير الفتوغرافي والفن الفوتوغرافي بشكل عام اليوم عنوان الحلقة التصوير والفن التصويري والفوتوغرافي أستاذ عمر كل شخص بيكون له تجربة شخصية أو تجربة بتاريخه بتأثر على تفكيره الحالي صحيح حضرتك كفنان فوتوغرافي لا بد يكون فيه سوابك لا بد يكون فيه تاريخ وصلنا له المرحلة فيك تشارك معنا الشغف اللي عندك من أيام زمين بداية كانت أنا في طفولتي ولدت في عائلة تجارتها الكاميرات فكانت بين يدنا موجود أدوات تصوير بشكل كبير تبع جدي ووالدي وأعمامي يعني كل الناس كان عنده ألعاب تقليدية أنا كانت ألعبنا كاميرات فكان الشغف هذا يعني بدأ أنه يعني أنا في طفولتي والدي كان يأخذني ما خلى معلم في جدة إلا صورني مع المعلم هذا وكان يحمض الصور ويطبحها ويكبرها ويحطها في البيت سوري حمض الصور؟ هذا كلام أياما كاميرات في المية الآن ما عدت في تحميد لا خلاص ما عدت في تحميد الآن فكان الموضوع بالنسبة لي يعني شيء حبيته من والدي كنا لما نسافر بره كان يلتقط لنا لقطات ألبومات الصور عندنا في البيت هي أجمل ما في يعني أجمل شيء تشوفه من حياتك اللي كانت ومن اللي كانت مع والدك ومع والدتك وذكرياتك في 2014 أنا أعتبر بداية الحقيقية في التصوير Bock 2014 أنا تعلمت حاجة حشاركها اليوم مع المشاهدين اللي هو كيف أنك إنت تسير فنان اللي هو حاجة اسمت تكوين الفتغرافي أنا أول كنت ألطقت لقطة لمجرد اللقطة لكن بعد أن عرفت حاجة اسمت تكوين الفتغرافي وأنه أنت لازم ترتب العناصر اللي أنت تبدأ لالدخلها في الكاتر حقك اختلف الموضوع معايا كليا بدأ الناس بدألما يقولوا عني مصور بدأل غير فنان بدل ما أنا احتفظ بالصور عندي أصبحت صور حقتي تعرض في مهارض بدل ما كانت الصور تبعي موجودة في جهازي أصبحت تباع يعني هي ثقافة وصار فيها مكسب مالي هي ثقافة أنا دائما من حكم الخبرة في السنوات هذه أنا تعلمت قلت إذا أنت تبقى تصير فنان لازم تتعلم التكوين الفتغرافي تكوين الفوتوغرافي التكوين الفتغرافي ما يهم الأداة الأداة التي تستaney shares رهية هذا ما هي الأهم الأهم على أنها بإضاف تبني على إ poorly أنا بس gjort grade كلما أن أجل ماذا؟ ولماذا؟ وكيف أن الفoisnormal؟ لاحظة أيوا ماذا؟ ماذا نفعل ولماذا أفعل ولماذا أفعل ليش أنا فعل أفعل أيوا وكيف أفعل وكيف أفعل تفعل الأداة والإعجادات التي أستخدمها أي ما هي المرحلة الثالثة؟ د이에贝غuku م Lynn Lynn Abdul أيو، أنا وقفت قدام مبنى، أبا أصور المبنى هذا تمام إيش يمثل لي المبنى هذا من القيمة؟ فيه فرق بينما أصور مبنى ثراثي وبين مبنى حديث هيختلف معي الموضوع كثير بإني أنا أعرف إيش الشيء اللي أصوره وكيف أقدر أخرجه في هذه الحالة أنا أتحولت إني أنا أعرف إيش قاعد أصور يعني على سبيل المثال، إنت تبقى تصور شخص أو تصور سيارة متحركة أو تصور مبنى ثابت تمام ستعرف عداداتك إذا هو ثابت ستستخدم عدادات معينة إذا كان الجسم متحرك ستستخدم عدادات معينة إذا كان الجسم مثلا يحتاج أنه أنا أستخدم عدسة واسعة أو زوم أو شيء يساعدني إن أنا أظهر تفاصيل معينة يعني أستاذ عمر الآن كل اللي عم تتكلم عنه عشان يكونوا واضحين كل اللي تتكلم عنه قابل للتطبيق في الجوالات اللي معانا وفي كاميرات سامسون أن أنت وصلت إلى النقطة هذية، النقطة هذية مرة مهمة أنا دايماً مصوريني يتوصلوا عليها يستشاروني أستاذ عمر إحنا نبغى نشتري كاميرا، إيش تنصحني كاميرا؟ أيوة أقول له أنت شب تصور؟ يقول لي أنا بصور شي فلاني أقول له إبدأ تجربتك بالجوال تمام أوكي، قبل ما تشتري كاميرا، ممكن أنك أنت ما تفهم في حاجة أنك أنت تشتري كاميرا لأنه جوال يفي بالغرض اللي أنت قاعد تصوره أيوة، هذه هي المقطة اللي حابين الناس، يعني في بعض الناس البفهوم اللي هو، وله أساس طبعاً أنه لابد يكون عندي واحد، اثنين، ثلاث، أربعة والحقيقة أنه لابد يكون جوالك في ميزات واحد، ثلاث، ثلاث، أربعة فكاميرات سامسونج على مر العصور والزمان طبعاً سامسونج ندخلها في مجال كاميرات مستقلة بعدين نتطور الموضوع للتليفونات والتليفونات في تطور مستمر بالعكس كل ما ينزل جوال جديد أو تليفون جديد ما نحط فيه مزايا جديدة وإضافات جديدة وحركات جديدة لنخلي الشخص العادي يوصل لمرحلة الاحتراف صحيح، أنا لدي تجربة مع الـ S20 Ultra الجديد، السامسونج صراحة أنا تقريباً هذه نخليها الفقرة القادمة، بس أنا لازم أقول معلومة أن الجهاز هذا خلاني أفكر في التحول الحقيقي من التصوير بالكاميرا للتصوير بالجوال أوف، أنا تحمست، تجربة يعني معروفة عند الناس أو خاصة؟ هل نتحمس لأنك أنت تعرف الخصائص أكثر في الجوال هذا؟ وإيش يقدر يعطيك أنت كمصور محترف من مزايا تخدمك في التصوير؟ ففي مزايا كثيرة بوجودة بكاميرات سامسونج، خلونا تعرف عليها مع بعض أستاذ عمر، يعني أي هواية أو أي حتى، خلينا أقول، وظيفة ممكن تحتاج إلى دافع شغف، نوع من الشغف لا يحثك على الاستمرار، وإلا الإنسان ممكن يتكاسل، شو تجربتك الشخصية؟ وشو نصايحك للمصورين أو الفوتوغرافيين؟ لا يكون الشغف عندهم يعني دائماً مستمر وقوي؟ شوف بالنسبة للشغف أو الشيء اللي يخليك أنت تصوره هو حبك للهوايتك وحبك لممارستها، والنتيجة اللي بتطلع معاك وتفاعل الناس معاها، أهم حاجة أنك أنت تقدر تحافظ على وتيرة معينة ما تنقطع عن جمهورك، أنا عن نفسي شخصياً في خلال الخمس سنوات الماضية، كنت مخصص يوم كامل في الأسبوع للتصوير، كنت اليوم هذا أقابل في أصحابي نطلع نصور فيه، عشان يكون عندنا أعمال بشكل دوري، ونحافظ على مستوانا وتطوير مستوانا بشكل دوري، تمام، اللي اختلف معايا اليوم، أو بشكل عام، انا أصبح معايا كاميرا احترافية في.. في الهاتف، وفي قال الجوال أصبح معايا كاميرا احترافية، إيش الفرق اللي صار معايا، بدالما يصار انه عندي يوم واحد فالأسبوع، أنا صار كل يوم عندي تصوير في حياتي، هذه النقطة الأولى… انا ليع تجارب في تصوير الجوال، جربت كدا شركة مصنعة للهاتف تصوير، يعني أشتري الكاميرا عشان التصوير، لواجهوال عشان التصوير، صراحةً بعد تجربتي للـ S20 Ultra الجديد من سامسونج أنا تأكدت أنه أنا أقدر أستغني عن الكاميرا وأستخدم الكاميرا الاحترافية الموجودة في الجهاز المزايا الموجودة في الجهاز أعطتني نفس النتائج اللي أنا أحتاجها في التصوير الاحترافي تبعي هل يترى بتجربتك مع المصورين أو الفوتوغرافيين التانين هل عارفين؟ أنا أحس أنه هناك إمكانيات كثيرة في الكاميرا في إعدادات معظم الناس مش عارف عنها من واجبنا تجاهكم أنه نتعرف مع بعض على العناصر يعني شو العناصر الموجودة بالكاميرا يلي في الجوال يلي في جيبك يلي حتعطيك الجانب الاحترافي يلي يتطلب معدات كثيرة بس بسهولة التليفون صحيح صحيح طبعاً يعني من أهم الأشياء اللي موجودة في الجوال اليوم أنا معايا عدستين عدسة زوم تصل لمية إكس وعندي عدسة وايد تعطيني شيء اللي أنا أحتاجه وأنا من ناس من المصورين اللي أحب التصفير بالعدسة الوايد بشكل كبير لأنها بتخلق لشكل غير اللي أنت بتشوفه بعينك المجرد الزاوية العريضة طبعاً بأجهزة سامسونج على حسب الجهاز الكاميرا بشكل عام عندنا مئة وثلاثة وعشرين درجة واللي بستحضروا أن العين البشرية تدرك مئة وعشرين درجة فحتلقوا أن الزاوية العريضة تكون يمكن أعرض من العين البشرية يعني زاوية عريضة جداً موجودة بمعظم جوالات سامسونج استخدامتها يومياً أو في باكن معينة أو في أوضاع معينة حتكون لها فايدة طبعاً طبعاً بالإضافة لهذه الجوال أنت تقدر تصور في كل مكان الكاميرا الاحترافية ما تقدر تطلحها في كل مكان فيه أماكن الناس تنزعج من وجود الكاميرا فيه فما كنا نقدر نصور الأماكن هذه فاليوم آية الكاميرا لكاميرا الجوال أنا بصور مع عائلتي مع أولادي مع أصحابي في كل مكان أنا بروحه وبقدر أصور فيه أستاذ عمر أنا بفتكر أنه أنت أخذت صورة بالأس تونتي ألترا عمل ضجة أخذت صورة باستخدام خاصية سبيس زوم شو صار بالتحديد؟ أنا صراحة أن الخاصية هاد عرفت أنه الجوال فيه الزوم يصل إلى 100 اكس حبت أني أختني جهاز هذا والجهاز هذا أخذته وكان في رمضان الماضي لي تجربة في تصوير القمر القمر نصف الشهر كان مكتمل قلت أبغى تحدي أنا عادة جمهوري في إنستجرام ينتظر مني الجديد دائما إيش فيه جديد؟ سواء في الكاميرات أو في الجوالات أو في شغلات هذه فكان بالنسبة لي تحدي أنا متأكد مئة في المئة أن النتيجة ما كانت تكون جيدة أوكي أنت دخلت بهذه التفكير؟ كانت تجربة التجربة لما أنا عرضتها على حسابي في إنستجرام الناس دوهلت الصورة جابت أكثر لايكات على صوري خلال الخمس سنوات الماضية ما شاء أوكي ما كنت بجلد أسعدتني والله بحلال هلا حسيتك جوا بقلبي صار فيه شوية ما كنت بأظهر التجربة هذه مجرد أنها صورة والناس تشوفها أنا صورت فيديو وأنا صورها عشان الناس تشوف النتيجة لايف توثيق يعني أوكي أيوه فحطيتها فصراحة يعني الصورة سلها عدد مشاركات من الجمهوري كبير شاركوها كلهم قاعدوا نشروعها في حساباتهم عدد لايكاتها كثير عدد التعليقات كان مفاجئ حسيت لوقتها أنه أنا مسؤول مبيعات لشركة سامسونج والله تجربة جميلة تجربة جدا جميلة صراحة أنا جربتها بأجهزة كثير مختلفة ما كانت نتيجة بهذا الشكل نحن نتشرف بهذه الشهادة الله أتك العافية خلينا نأخذ على سبيل مثال الـ S20 Ultra أستاذ عمر يعني الأرقام الموجودة حاليا بالجوالات كعدد الميجا بيكسل أو بعض المواصفات أظن لو ذكرناها من سنتين أو ثلاثة كده يعني من باب التخمين كان ممكن واحد يقول يا أخي طول بالك أنت عم تحلم صحيح يعني لما نتكلم على كاميرا أساسية 108 ميجا بيكسل كاميرا تانية خاصة بالـ Optical Zoom وفيه Digital Zoom برضه 48 ميجا بيكسل وعندنا كاميرا التالتة الـ Ultra Wide 123 درجة 12 ميجا بيكسل وعندنا كاميرا أمامية لـ Selfie 40 ميجا بيكسل أرقام مهولة وجبارة ولكن الرقم شيء والاستخدام شيء تاني صحيح إحنا إذا بنتكلم على التصوير بالجوال الكاميرات الجوال اليوم بتعطيني نتائج مبهرة إحنا موصلنا للـ يعني لو نتكلم على بداية صناعة الجوال وجود كاميرا في الجوال كانت ثورة بالنسبة للعالم لكن اليوم إحنا شفنا أجهزة جوال بتنافس الكاميرات الاحترافية بالذكاء الاصطناعي الموجود فيها فين الفرق؟ مهم الفرق؟ أيوه أهم شيء فين الفرق؟ ما رح تكلم عن الفرق التقني أيوه جوال سامسونج أثبت صراحة جهاز S20 Ultra أثبت جذارته بقوة في التصوير إحنا بنتكلم في الفرق في أشياء تانية الفرق كمان لازم تنظر لفكرة المصور وكيف المصور تكون صورته متميزة في واحد يصور بجهاز عالي يعني بسعر غالي مشتري جهاز بسعر غالي بس ما يعني في صور فكرة المصور كمان له دور صح أيه فأنا على سبيل المثال أنا لما نجي أفكر في صورة أحاول دائما أن الصورة حقتي تستفز عين المتلقي تستفز عين المطلقي عجبتني هذه أيوه لازم توري شيء من مكان هو يمر منه بشكل يومي بطريقة مختلفة أيوه هذا الشيء كيف أنا أقدر أصنعه أني أنظر أبحث عن زاوية تكون مختلفة ما بيطالع فيها الإنسان أو عين الإنسان ما هي معتادة عليه تمام بيساعدك في هذه الأشياء العدسة الواسعة في الكاميرات العدسة الواسعة بتعطيك منظر خيالي عادة أن الناس بيمشي بيكون نظروا على مستوى مستوى راسوا صحيح الشيء اللي بيشوفوا قدامه لكن حاولوا أنك أنت تصور طالع فوق وانجر تحت في الأرض يجلس اطلع فوق وطول من فوق على تحت هتلقى الأمور اختلفت معاك والشكل اختلف معاك هذه النقطة الأولى اللي تفرق من المصور الآخر تلقى واحد صور القوب قهوة قدامه حط الكاميرا مجرد كده على قوب القهوة طلعت صورة لا فكر في الضو ولا فكر في الظل فيه أشياء بسيطة لازم المصور يهتم فيها الصور عبارة عن ضو ظل نعم إذا أنت مصنع ضو ظل ما فيه بعد ثالث للصورة كي أنها تؤدي الصورة ما هي 3D فإنت عشان تخليها 3D لازم تهتم بالضو الضل لازم تحط الكوب القهوة جنب مصدر الضو اللي جاي منه عشان يجي على حافة الكوب يصنع لك ظل داخل الكوب على شكل هلال هذا هو الفن وهذا الفرق بين مصور وبين مصور آخر خيلت الآن كل يتكلمت عندي حسيت أني أنا موجود بكوب القهوة هنا الفرق أحيانا فيه مصور تاني ينزل بزاوية الأسفل عشان يقدر يطلع بصورة مختلفة فيه شخص ثالث تلقاه يبعد ويقرب من العنصر اللي يبغى يصوره عشان يقدر يعمل عزل للخلفية أيوه إيش أهمية إن أنا سوي عزل للخلفية عزل الخلفية أنا أبغى أركز على الموضوع اللي أنا قاعد أصوره في الصورة ما يهمني اللي موجود حواليه أحيانا الخلفية تصنع بشكل بوكي تغطيك شكل جدا جميل في جوال سامسونج غالكسي اس 20 إلترا فيه أوبشن في الكاميرا يسموه اللييف فوكس اللييف فوكس اللييف فوكس بيعطيك خيارات مختلفة لشكل خلفية كيف أنك أنت تصنع بوكي كأنك بتصور بكاميرا احترافية نفس النتائج حق الكاميرا احترافية بالإضافة أنه أنت عندك خاصية التصوير يسموه برو اللي هو المحترف تصوير برو أنت بتتحكم بكامل تفاصيل الكاميرا كأنك ماسك كاميرا احترافية بتصور بيها بتعطيك نفس النتائج من خلال ضغطة على الشاشة أيوة عندي خيارات المصورة المحترفة يحتاجها سامسونج وفرتها في الجهاز هذا في تصوير البرو حتى جودة الصورة بتعطيك إياها مختلفة أنت بتتحكم في الضو والضل أنت بتتحكم في عمق الميدان تبع الصورة تبعك أنت تكلمت عن الذكاء الاصطناعي وذكرني أنه أجهزة سامسونج بشكل عام فيها ما يسمى بالسين أوبتمايزر أو محسن المشهد هو أنه الجهاز بيتعرف من خلال ذكاء الاصطناعي على الشيء اللي يبدأ تصوره فلو كان بني آدم فبيعطيك الآيكون طبع إنسان لو كان يعني سوري بيسة هيعطيك الآيكون طبع الحيوانات لو كان أكل مباشرة في بعض الأشياء في أوبس النسمه فود في الجوال بيعطيك شوكة وأظن شوكة وسكينة فالجهاز بيتعرف أحيانا على الأشياء اللي المحترفين بيدخلوا بتفاصيل فيها الجهاز بيوفر عليك كل هالأشياء وبيوصلك للنتيجة النهائية بشكل سليس من الأشياء جميلة كمان اللي هو تتبع الوجه فيه هذا تتبع الوجه يعني اللي مهتم بالكاميرات الفوتوغرافية وعارف مسيرة صناعة كاميرات الفوتوغرافية بدأت في خلال السنتين الأخيرة يبدأوا يدخلوا في الكاميرات اللي موجود اليوم في الجوال النتائج حقته مبهرة جدا وسريع جدا الفوكس بيلقط لك يعني بيتحرك مع الوجه أوكي بشكل جدا سريع وهذه من المزايا المهمة جدا لمستخدمين التصوير للأشخاص نعم صحيح إنك انت متصور للأشخاص خلاص إنك انت أحيانا تتصور صورة وتفرح في الصورة لو تروح تفوق الصورة ترقى ما في فوكس الفوكس راح للمكان ثاني ايوه هذا بيتحرك معاك مكان ما أنت الشخص موجود أو بيحرك وجهه في الصورة ممتاز خلينا لك نشوف مع بعض كيفية استخدام بعض الأشياء اللي بيتموجودة بالجوال موجودة بالتليفون ممكن ما جربتها اللقطة الواحدة بس ما يغركن الاسم لأنه ممكن تقول لقطة واحدة معناتها حيطلع لي نتيجة واحدة لا 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 أبدا ركزوا معي السينجل تيك أو اللقطة الواحدة هي عبارة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في التصوير ليطلع لي النتاج الآتي أولا تصوير فيديو مدته عشر ثواني كحد أقصى مش شرط إنك تضلك ضغط على الزر حتختار السينجل تيك حنضغط على الزر حيسجل إلى عشر ثواني نتيجتها حتكون ماكسموم أربع فيديوهات وماكسموم عشر صور على حسب البيئة تجربة اللي احنا نسويها الآن إن نحنا نستخدم إضاءات تكون بعيدة شوية أنا كم صور عشان نعزل الخلفية أحتاج إني أبعد العنصر لأنا بصور عن خلفيته عن الخلفية اللي موجودة نحط في الخلفية اللي موجودة إضاءات بسيطة بحيث إنو الإضاءات هذه احنا نعزلها بشكل بوكي هوريكم في اللايف فوكس كم خيار نحن نقدر نختاره لأشكال العزل حق الخلفية في تقريبا أكثر من خمسة أشكال هنوريكم إياها الآن على الكاميرا في تجربة حية إن شاء الله احنا تجربة نسويها عندنا مجسم الخيل هذا وعندنا إضاءة ليد حاول إن احنا ناخد هذا الخيل شوفوا بيظهر معايا العزل بأي شكل هناخد تجربة ثانية على الفيس الموجود هنا لما أحط الكاميرا على الفيس بياخد فوكس أتحرك يرجع الفوكس على الوجه هذه من الأشياء الجميلة والتي تهم كثير من المصورين العزل في اللايف فوكس أنا أقدر أختار خيارات لأشكال العزل الموجودة عندي أقدر العزل يكون بالشكل هذا أو بالشكل هذا في خيارات متعددة موجودة عندي هنا نقدر نستفيد منها وهذه لقطة بعزل لوني وهذه لقطة هناخدها بعزل أكبر وهنوريكم النتائج في عزل أسود وأبيض في عزل اللوني أعرف عنوار عزل موجودة باللايف فوكس عندنا ممتاز كثير من الناس استاذ عمر ما عمروا دخل على البرو أو شاف افتكره بس وجرة خيار من نعرفين الخيارات الموجودة متحلة فأنا أظن حضرتك حتكون الشخص المناسب لتورجينا شو الأشياء المتاحة تحت برو أنا حأختاره بس المحترف بالعربي المحترف و ممتاز يعني حضرتك أهل هنا هنبدأ نصور زي ما انتم شايفين على الشاشة أنا أقدر أتحكم في كل التولز اللي تساعدني لإخراج صورة احترافية أول اوبشن موجود عندي على اليسار هنا اللي هو الايزو إن أنا أتحكم في حساسية الضو إذا أنا عندي كلمية الضو ضعيفة أقدر عوض الضو عن طريق الايزو يوصل ل3200 و3200 كافي لتصوير النجوم عندنا الاوبشن الثاني إنه أنا أختار أتحكم في سرعة الغالق سرعة الغالق بتفيدني في بين إن أنا بصور جسم متحرك أو جسم ثابت في حال التصوير الرياضي أو في حال إن أنا بصور مثلا منظر سيتسكيب في الليل أو بغاكمية إضاءة أعلى للمدينة والشغلات هذه بتعطيني إضاءة أفضل بعدها فيه خيار إنك أنت تقدر تتحكم في درجة حرارة اللون في التباين في التشبع في مناطق الضلال وفي من الأشياء الجميلة أيضا عمق الميدان أنت تقدر تتحكم فيه آخر حاجة اللي هو الوايت بلنس الوايت بلنس أنا بستفيد منه في برودة الألوان أو حرارتها إن أنا أقدر تتحكم فيها عادة أنا شخصيا أستخدم وضعية الأوتو ما أستخدم منوال في الوايت بلنس لأنه أنا بعالج الصور هذه بشكل عام على الكمبيوتر وهو بيتحكم فيها بشكل أفضل بالطريقة هذه أنا قدرت أحصل على جميع الخصائص اللي حتاجها كمصور احترافي وما ينقصني شيء عن الكاميرا الاحترافية أنا اليوم أمتلك جهاز أقدر أصور فيه وأقدر أخرج فيه وما موجود معايا طول الوقت أنا كل يوم أصور بدل ما كنت أصور يوم واحد في الأسبوع الآن أنا أقدر أصور كل يوم فضل أستاذ عمر أثريت أنا بهذه التجربة وبهالتفاصيل يعني أنا بدي روح البيت وأسوي مذاكرة للحديث اللي سمعته بدي أسمع أكتر مرة لأنه بكل أمينة عمري ما دخلت به هالتفصيل يعني أنا كتب أفتكر حالي أني بفهم بالتصوير اكتشفت اليوم أني أني بعدي مبتدئ ميزة الجوال أنه يفيد يعني المبتدئ والمحترف ترقاهم يصوروا بنفس الشغف وحاس أنه هي صورته أجمل لكن الجميل أنه فيه خصائص احترافية أكثر أنك انت تسير محترف أكثر لكن بجميع الأحوال الجوال إعداداته أو تلقائية بتعطيك نتائج ممتازة طبعا ما تنسوا تزوروا متجر سامسونج اللي موجود بالرابط بالأسفل لتشوفوا آخر العروض المنتجات من سامسونج وخليني كمان زيدكن من الشعر قصيدة مش بيت وهو المسابقة اللي حيعطينا المعلومات عنها الأستاذ عمر بنفسه سامسونج طبعا أطلقت مبادرة على إنستجرام المبادرة هذه مخاصة للمصورين اللي يستخدمون أجهزة سامسونج تقدروا تشاركوا فيها تستخدم هاشتاغ ويد غالكسي وتسوي منشين لحساب سامسونج السعودية وتدخل في منافسة جميلة مع المصورين وتشاركهم ذكرياتك الجميلة المسابقة الشهرية وكل شهر لها موضوع مختلف هذا الشهر يتكلم عن الذكريات أو رحلاتك السابقة في الفترات السابقة اللي قضيتها في السنوات الماضية أستاذ عمر أنت أثريتنا اليوم بالمعلومات وأنا حسيت حالي أنه اللي أول مرة بحياتي حابتدي عالم التصوير كفنان ما حتعشوف يعني هلا صار كلمة مر بنفس المكان اللي مرات عليه حانظروا بالنظرة اللي أنت ذكرتها إن شاء الله تكونوا كمان استفدوا من أستاذ عمر وأنا كتير مبسط بوجودكم معنا ونشوفكم إن شاء الله بالحلقة الجاية يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى